نرحب بالأستاذ محمد صادق مدير مؤسسة الأرشيف العربية دي تاني مرة حضرتك تكون معنا يا صباح الخير ومننورنا صباح النور على الناس الجميلة الحلوة الواحد يعني بيجي الصرح موسوط قوي بتحكيتكم جميلة تفتح يعني صدرينا للحياة ونبدأ بيوم جميل يا رب دايما نحرك الصحبة والقاعدة بتحلو بوجودك معنا وطالما حضرتك بتنورنا يبقى حنرجع معاك فلاش باك لأيام حلوة والذكريات حلوة وبطبيعة الحل معلومات كتير في أجيال ما حدرتهاش وممكن يعني ما نتعرفش حاجة حتى عنها ففرصة عظيمة بقى نتعرف من خلال وجودك معنا النهاردة على صور حلوة وعلى الذكريات حلوة بس أنا عايز أخد من آخر جملة قالتها نهوان أنت مركز مع النادي الأهل صح كده؟ حب النادي الأهل حب حب أن يتربط على مبادئ فعلا وقيم وإخلاق على مواقف كتير نجوم النادي الأهلي عملوها في تاريخهم جميل إنه مالوش ماضي مالوش حاضر الماضي بيقول كل حاجة التاريخ بيقول مش أنا اللي بيقول أنا إنسان يعني في يوم ممكن مكلش موجود لكن النادي الأهلي تاريخ عظيم اقرأ شوف لعبة الأهل إزاي ضحوا عشان فرقتهم إزاي تنازل حاجة كثيرة قوي يعني إحنا ميجي نبدأ مثلا نتكلم عن الخطيب مثلا أو كابتن سابت البطل ونشوف مواقف من التاريخ إزاي مثلا في السبعينات جيب فرقة كبيرة اسمها مونشن جاد باخ ألماني جاء تلعب مباراة وديها مع نادر أهلي فكان كابتن الخطيب يعني لبسوه إنه لقم تمانية مش عاشرة وليحة مطش عظيم فجيب بعد المطش المدرب بتاع مونشن جاد باخ أنا عايز اللعب لي من تمانية ده أنا عايزه بأي تمان وعرضوا على نادر أهلي مليون دولار في عزب السبعينات سبعة وسبعين كان الخطيب كابتن الخطيب طبعا محظم الألقاب يعني بقى له خمس سنين بلعب في الأهلي من واحد وسبعين وسبعين لقى ستة وسبعين سبعة وسبعين كان لسه خمس ست سنين قال لهم لأ أنا مقدرش أسيب النادر أهلي النادر أهلي جمول بيحبني النادر أهلي فلوس بتروحه وتنتهي لكن حب الناس ما بينتهيش وهو ده التاريخ العظيم مدير أهلي كلام جابيلي النهاردة بحضر لنا صور إيه أنا بادي بقى بحاول أعمل نهاردة كده حاجة حلوة حب الفنين للرياضة وحب الرياضيين للفن طبعا